الهدف الاول اللي جي في الديهة تمانية وعشرين الهدف الاول اللي جي من اسست من فارس خالد في وسط الملعب حطاها بوش رجل الخارجي المحمد احمد شيبا اللي رايح ورايح النهاردة بمنتهى القوة وانفراد وبحط الكرة برجل الشمال في حارس مرمى نادي الزمالك ليتقدم النادي الاهل في الديهة تمانية وعشرين واحد صفر على نادي الزمالك هو ده الهدف الاول بص هنا الاسست اوقف هنا الاول عندي هنا ارجع شوف فارس خالد ده وافتكروا معايا الاسم ده يا جماعة فارس خالد واحد من نجوم منتخبنا الوطني واحد من نجوم منتخب 2005 وايضا النادي الاهلي شوف هنا الاسست حطيطة بوش رجل خارجي حاجة زي كابتن صافد عبد الحليم رحمة الله عليه بوش رجل خارجي مؤد الرجل انفراد هنا السندة الاولى حلوة السندة التانية كانت في المرمة سجل الهدف الاول للنادي الاهلي ليتقدم النادي الاهلي في الديها 28-1-0 على نادي الزمالك بعد الهدف ده استنى قبل الهدف ده ارجع لي تاني ارجع لي لو سمحت بعد الهدف الاول للنادي الاهلي كان فيه فرصة خطرة لنادي الزمالك تصدى لها حزم جمال وده تصدي المباراة وفي توقيت رائع حزم جمال بالمناسبة ده واحد من الحراس او من اللاعبين اللي تسجلوا في القايمة الافريقية مؤخرا حزم جمال حارس مرمى النادي الاهلي كان ليه تصدي رائع في وقت مهم جدا بعدها النادي الاهلي فرض سيطرته في المرتدات كان ممكن النادي الاهلي ينهي المباراة في الشوط الاول بتقدم هدفين او تلاتة على الاقل لينتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي واحد صفر رحنا الشوط التاني زمالك كسف هجماته لكن ما فيش خطورة خطورة على استحياء النادي الاهلي كان عنده فرص خطرة في المرتدات نروح نشوف الهدف التاني ونشوف الزيادة العددية للعيب النادي الاهلي والهدف ده في ديه تمانين هنا بص ارجع تاني وعيز قف قدام اللقطة هنا تلاتة على اتنين تلاتة من لعيب النادي الاهلي تلاتة احمر على اتنين ابيض اتنين زمالكوية بص هنا تلاتة على اثنين بص هنا اللقطة تلاتة على اثنين هنا ابراهيم عادل كان ممكن يسجل شاط ارتدت من حرس المرمى استلم رفع عينه بدأ يحط لمحمد رأفة الوقف في وضعية افضل ليسجل الهدف التاني وهي دي زيادة العددية وهي دي تأسيمة المباراة اللي لعب عليها الكابتن حسن محمد من قبل المباراة حط سيناريو النهاردة انا عارف الزمالك ممكن يفتح خطوطه يبقى عندي سرعات في الشوط التاني واضيف عدد من الاهداف بنقول مبروك للعب النادي الاهلي فازوا النهاردة عن استحقاق وجدارة والنهاردة شايفين محمد رأفة واحد من نجوم فريق 2005 ودي الفرحة سمعونا احتفال لعب النادي الاهلي النهاردة بعد فزهم على الزمالك دي الفرحة والنهاردة هم بيفوزوا والنادي الاهلي بياخد خط وفي جدوى للمسابقة كابتن حسن محمد اللي يعني تولى القيادة للفنية بعد الكابتن علاء عبدو وعمل اضافة كبيرة جدا مع فريق 2005 نروح نروح معنا تليفهم مهم دلوقتي مع الكابتن حسن